ارتكبت خطأا في الاتيكيد في بيت صديق وسأحكي لكم عنه أولا النوتيلة هي مثل الفيلة أكتبها بلا من واحدة وضع شدة نصفها سكر وربعها زيت النخيل ويبقى ربع للبندق والككاو والحليم فإن أعجبتك سلاستها فاعلم أن هذا من زيت النخيل وهو من أرخص الزيوت وليس أحسنها وهو من نخلة مختلفة عن النخل الذي نعرفه زيت النخيل موجود في كل بسكوتة رخيصة وفي كل مقلة بمطعم شعبي لأنه بطيء الاحتراق ويكثر زيت النخيل في السمن النباتي أراء الأطباء متفاوتة في مدى ضرره لكن السمن البلدي الحيواني مشبع وكثرته ضارة يصنعونه من الزبدة البيضاء يذيبونها وينحون منها البروتين ويبقى السمن البلدي أتذكر موقفا لكاتب مدرسة كنت أعمل بها شهدته يدافع عن السمن البلدي ويقول إن كلام الأطباء هراء وإنه يستهلك كميات كبيرة من هذا السمن ويجعله في كل طبخة وقال إن أجدابنا لم يعرفوا الكوليسترول ولا تضيق الشرايين أود أن أقول له إن متوسط الأعمار في زمن أجدادنا كان خمسين سنة والمتوسط اليوم خمس وسبعون وأود أن أخفره بأنهم لم يعرفوا السكر أيضا لكنهم كانوا يموتون به لن أستطيع أن أقول له شيئا فقد مات وهو في نحو الخمسين ورحمه الله والآن إلى الشحن يبدو مخلوقا لطيفا أبيضا بريئا لكنه جدير بأن نضيفه إلى الأبيضين الضارين الملح والسكر فهو ضار إن أكثرنا منه يذهب المرء إلى دكان القصاب ويطلب إليه ويطلب إليه أن يفرم مع اللحم مقدارا من الشحم كي تكون الكفتة طرية وكي يسيل منها عند الشواء ما يسيل ليشعل له النار تحتها وهذا حين أحدثكم عن خروج عن الإتيكيت فقد دعاني صديق إلى بيته وشاهدت زوجته تخلط اللحم المفروم بمقادير كبيرة من الشحم فقدمت نصيحة لا أقول إنني ندمت كل الندم فالدافع كان الحرص على صحة القوم وليس التدخل لكنني تدخل وهذا بغيض وصاحبي يرى برنامجي أحيانا فهذه نصيحة أخرى يا صاحبي لا تشتغل كاتبا في مدرسة هذا مميت ترجمة نانسي قنقر